بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب التونسي نكلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس نكلمكم بلغة كل التونسيين وتونسيات نكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير تغيير عميق نعم تغيير عميق وشمل وأنا فهمتكم نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم وفهمت الكل لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا والتخريب مش من عادات التونسي التونسي المتحذر التونسي المتسامح العنف مش متاعنا ولا هو من سلوكنا ولا بد أن يتوقف التيار يتوقف بتكاتف الجهود الجميع أحزاب سياسية منظمات وطنية مجتمع مدني وثقفين ومواطنين اليد في اليد من أجل بلادنا اليد في اليد من أجل آمان كل أولادنا سيكون التغيير اللي أعلن عليه اليوم استجابة لمطالبكم اللي فعلت معها وتألمت لما حدث شديد الألم حزني وألمي كبيران لأنني مضيت أكثر من خمسين سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني إلى المسؤولات المختلفة وثلاثة عشرين سنة على رأس الدولة وكل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة البلاد وقدمتوا التضحيات وما نحبش نعددها بكله تعرفوها ولم أقبل يوما وما نقبلش بجسيل قطرة دم واحدة من دماء تونسيين تعلمنا لسقوط ضحايا وتضرر أشخاص وأنا نرفض أن يسقط المزيد بسبب تواصل العنف والنهب أولادنا اليوم في الدار ومش في المدرسة وهذا حرام وعيب لأن أصبحنا خايفين عليهم من عنف مجموعات سطو ونأب واعتداء على الأشخاص هذا جرام موش احتجاج وهذا حرام والمواطنين كل المواطنين لا بد أن يقفوا أمامهم وإحنا أعطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع حتى نفرق بين هذه العصابات والمجموعات من المحارفين الذين يستغلون الظرف وبين الاحتجاجات السلمية المشروعة التي لا نرى مانعا فيها وأسف كبير أسف كبير وكبير جدا وعميق جدا عميق جدا فكفاء عنفا كفاء عنفا وعطيت تعليمات كذلك الوزير الداخلية وكررت واليوم نأكد يزي من اللجول الكرتوش الحي الكرتوش مش مقبول ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول فكس لحك ويجمع عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس وأطلبهم لجنة المستقلة وكرر اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتنجوزات والوفيات المأسوفة عليها تحديد بسهوليات كل الأطراف كل الأطراف بدون استثناء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية ونستنى من كل تونسي اللي سندنا ولا ما سندناش باش يدعم الجهود جهود التهدية والتخلي عن العنف والتخريب والإفساد فالإصلاح لازم الهدوء والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاز على وضاع اجتماعية كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها ولكن ما زال مامنا مجهود كبير مجهود كبير لتدارك النقاص ولازم نعطي أنفسنا جميعا الفرصة والوقت باش تجسم كل الإجراءات الهمة التي اتخذناها وزيادة على هذا كلفت الحكومة اتصلت بالسيد وزير الأول باش نقوم بتخفيذ في أسعار المواد والمرافق الأساسية السكر الحليب الخبز إلى غير ذلك أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم نعم قلت لكم أنا فهمتكم وقررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائل وعدم غالق مواقع الانترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها مع الحرص الاحتراب أخلاقياتنا ومبادئ المهنة العالمية أما بالنسبة للجنة التي أعلنت عليها منذ يومين ننظر في ضواهر الفساد والرشوة وقتال المسؤولين باش تكون هذه اللجنة مستقلة نعم باش تكون مستقلة ونحرص على نزاهتها وانصافها والمجال مفتوح من اليوم لحرة التعبير السياسي بما في ذلك التظاهر السلمي التظاهر السلمي المؤثر والمنظم التظاهر الحذاري فلا بأس حزم أو منظمة يرويد تنظيم تظاهر السلمية يتفضل لكن يعلم بها وحدد وقتها ومكانها ويعطرها ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة على الطبيعة السلمي نحب الأكد أن العديد من الأمور لم تجري كما حبيتها قل صراحة كما حبيتها تكون وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات وغلطوني أحيانا أنا منشبش منشزرق على الكامل جمهور طولة بي غلطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحسبون نعم سيحسبون ولذا وجددوا لكم وبكل وضوح راني باش نعمل على دعم الديمقراطية على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية وسأعمل على ثون الدستور دستور البلاد واحترامه نحب نكرر هنا وخلاف لما ادعاه البعض أني تأهدت يوم السابع من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة لا رئاسة مدى الحياة ولذلك فأني أجدد شكري لكل من ناشد للترشع لسنة 2014 ولكني أرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية أنا نريد بلوغ سنة 2014 في طار وفاق مدني فعلي وجو من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات تونس بلادنا الكل بلاد كل التوانسة تونس نحبوها وكل شعب يحبها وينزم نصنوها فلتبقى إرادة شعبها بين أيديها وبين الأياد الأمينة التي سيختارها لتواصل المسيرة المسيرة التي انطلقت منذ الاستخلال والتي وصلناها منذ سنة 1987 ولهذا سنكون لجنة وطنية تترعسها شخصية وطنية مستقلة لها مصدقية لدى كل الأطراف السياسية والشماعية للنظر في مراجعة المجال الانتخابية ومجالة الصحافة وقلو الجمعيات إلى غير وتقترح اللجنة التصورات المرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة 2014 مما في ذلك مكانية فصل الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية تونس لنا جميعا فلنحافظ عليها جميعا ومستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا وكل واحد مننا مسؤول من موقع عادة أمنها واستقرارها وترميع جراحها والدخول بها في مرحلة جديدة تؤهلها أكثر لمستقبل أفضل عاشت تونس عاش شعبها عاشت الجمهورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر